وذي كفاً تبع الموجة ما بين أوروبا وما بين بيروت عمل MBC قالت أنه بيش يكون مفاجأة كبيرة ونقطة تحول كبيرة برشا في مسيرتها كقناة تنتج المرة هذية مسلسلات بهذا الحجم ظافر العمل هذية شو نجمو نعرف عليه حتى لتاو هو عمل كبير تصور بارتية كبيرة برشا في لبنان و بارتية أخرى تصورت في أوروبا عمل اجتماعي يسمى عروس بيروت وعمل دخم عمل دخم من نوعية طويلة اللي هي مش 30 حلقة العمال اللي أنا بشتقوا فترة طويلة على القناة بشتعرض على MBC4 إن شاء الله من بداية سبتمبر وفرحان برشا بالتجربة وكانت لي أول تجربة كما أقولوا في الدراما اللبناني لأنه هو المسلسل باللبنان أنت تعرف اللبنانيين عندك عليهم معناتها فكرة لأنك خدمت معاهم بالأساس نذكروا كراميل وغيرهم لكن بشتمثل باللهجة المصرية يعني يمكن أنت محسوب بالأساس على الدراما والسينما المصرية بشتمثل باللهجة المصرية ولا بشتمثل نعرش باللهجة أخرى لا باللهجة هو دور هو يحكي على عائلة لبنانية عائلة راقية ودور فارس دور لبناني من لبناني لبناني يعني ما عندوش لهجة ما هذا ما هذا ما هذا ما هذا بشتمثل باللبناني باللبناني مثل دو كملت كملنا تسويرا ما هذا بشتسمعوك باللبناني باللبناني إن شاء الله سمحني إذا كان توا حسابيتي ما هيش غالطة بشتكون أول ممثل خارج لبنان يجي بشتمثل عمل لبناني ويقبل بشتمثل باللهجة اللبنانية لأنه حتى المصريين اللي يمشيوا بشتمثلوا في أعمال لبنانية سمعتهم بالمصري أو حتى السوريين لما يمثلوا مع اللبنانيين يمثلوا بالسوري ممكن إنها ممكن يكون أول واحد مثلا باللبناني وبربطوله وعليش تدخل في هالمنطقة المحذورات وقعوك منطقة الكمفور لا لا هي بالعكس وهو أنا نحب التحدي أن يكون حاجة مختلفة تماما علي عملته مقبل أمورتونيتي جديدة أي علش لي كممثل لازم واحد يحاول يطور روح ويحاول يتحدى نفسه ويجرب حاجات ما عملهاش قبل وأنا قلت أي وقتل يسألوني يوم بعد قلش عملت معنا ميش هذه لهجة مختلفة تماما على لهجتنا بمسير ومختلفة على المصري في نفس الوقت مش كسوة بشتلبسها هذه لهجة كاملة تتطلب لهجة كاملة وللغة ولازم نقول نس بعض الناس نجمة حاسبك عليها لكن أنا مقتنع لكل شيء لازمه تحرير ولازمه خدمة شا عملت أمشيت عديد ثلاثة جماعات في لبنان مرة جمعتين وبعد رجعت جماع حذرت مع كوتش وخدمت على اللهجة خرجت البرق عدت مع الناس وبعد رجعت كملت في لندرا نخدم على اللهجة نتفرج مسلسلات وأفلام ونتابع وبعد دايما في التصوير بطبيعا فما مصيادة فما كوتش معايا ما كانت سهلة بصراحة ما كانت تجربة سهلة لكن الحمدول الحمدول أش penso إن شاء الله وقت اللي يخرج مسلسل نفس تكون فرحانة يعني بنتيجة نحن نتمنى وأنه العمل يكون بمستوى الحجم اللي تتحكي عليه على خطر العينين كل عليه الأبطال اللي معاك معايا تخلى شامعون كارمن بسيبس جوتراد مرام علي العديد العديد من نجوم اللبنانيين والسوريين أيضا و عمل عمل كبير عمل كبير يعني ثمانية شهر ونصف تصوير تصوير في لبنان تصوير البر حد التوق قدش صورتو من حلقة صورنا برشا من عرش التايمين قدش لأنه ساديبون قدش في عمله لكن مسلسل تويل ممكن يكون في ثمانية حلقة ممكن في أكثر فهمت أنتو محس برأي سوالتو ثمانين ممكن يكون من عرش بالذبت لأنه في الآخر حسب اختيار القناة من عرش بالذبت قدش تايمين بتاع الحلقات من عش لكن نحن صورنا بريودة طويلة حاجة